أكد مدير جامعة الجزائر واحدة البروفيسور فارس مختاري أن الجامعات الجزائرية تشهد حاليا ثورة كبيرة على صعيد الرقمناء وأوضح مختاري في تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء أن الجامعات الجزائرية تدعمت بالمدينة الرقمية في قسنطينا التي باتت تمتلك قطبا جامعيا تكنولوجيا لإيواء المؤسسات النشئة وتحتوي على أربعمائة فضاء في خدمة أصحاب المشاريع المبتكرة نتابع بالنسبة إلى الرقمنا في الجامعات الجزائرية مثل ما قلت أنه هناك ثورة رقمية على المستوى العالمي فهناك كذلك ثورة رقمية على مستوى قطاع التعليم العالي تحت إشراف البروفيسور كامل باداري من خلال المدينة الجامعية أو المدينة الرقمية في قسنطينا تجتمل على قطب جامعي تكنولوجيا لإيواء المؤسسات النشئة يحتوي على أربعمائة فضاء يمكن منحها لحاملي مشاريع المؤسسات النشئة هات الأربعمائة فضاء توجد فيها عدة أرضيات تكنولوجية متقدمة جدا مثل الأرضية التكنولوجية لمركز البحث في البيوتوكنولوجيا أرضية تكنولوجية لمركز البحث في الهندسة الميكانيكية أرضية تكنولوجية موجودة على مستوى المدرسة العلية المتعددة للتقنيات وأرضية تكنولوجية للميكروبيولوجيا بجامعة قسنطينا ثلاثة ترجمة نانسي قنقر